في شأن الاقتصادية الجزائرية يطرح ملف عمل الحكومة جملة من الإصلاحات أهمها إصلاح المؤسسات العمومية وإعادة هيكلتها لا يزال القطاع العمومي في الجزائر يراوح مكانه بين إعادة هيكلته وضخ أغلفة مالية لإنقاذه وقارر الحكومة بتطهيره ماليا مع مراجعة هيكلة إدارة المجمعات ملف أضحى يسبب صداعا للحكومة الساعية اليوم لإيجاد مخرج كفيل بإعادة بعث النشاط الاقتصادي في هذه المؤسسات في انتظار كشف الحكومة عن آليات الإنقاذ والتسيير فتح المؤسسات العمومية هذا أمر لا بد أن نركز عليه ولا بد أن نسمع من الوزير الأول ما هي هذه المؤسسات كيف سوف يتم فتح أو رسمالها هذه المؤسسات هذه المؤسسات العمومية لا نريد أن تتكرر ما حدث في تسعينيات القرن الماضي نعم هناك مؤسسات إذا كان عندها إشكالات وعندها صعوبات في التسيير أو في التوميل نعمل من أجل تحقيق هذا الأمر أما أن نفسح المجال ونمدها للخواص بالدنار الرمزي أو بلا شيء فهذا نحن نرفض هذا تطرح الحكومة دراسة التدابير المالية من أجل إنعاش بعض المؤسسات المصدرة مع التحرير مبادرة تسيير المؤسسات وعدم تجريم فعل التسيير قطيعة مع منظومة ريع منبنية على التوزيع لصالح منظومة إنتاج منبنية على خلق التروة وهذا يحتاج إلى إعادة تصحيح جدري لتنظيم الإدارة العمومية التي لا تتماشى سواء في تنظيمها سواء في وسائلها سواء في أشخاصها أو البروفايل للمسؤولين الموجودين حالياً لا يتماشى ومقتضايات المرحلة القادمة الآن لما نتكلم على عصرانات القطاع المالي ما هو مضمون العصرانة لأن العصرانة المنتدرة هي قطيعة مع الاحتكار انفتاح نحو التنافس والذهاب إلى أكثر أسواق هذا وتعمل الحكومة على مراجعة الإطار القانوني الذي ينظم مساهمات الدولة والمؤسسات العمومية وتكييفها مع المتطلبات الاقتصادية العالمية